هنبلش هلأ بالكليب اللي بعده اللي هنحكي عنه اللي هي أغني تجي له هيفا وهبير رح نشوف في تيزر جزء صغير ونبلش أكيد سواء نحكي عن اللوكس شي ما عم ترس حبا يترى الغنية الغنية كتير حلوة الكلبس له هيفا معودين عليهم عطول فيها هيدا الحركة والكراود حوليها فيها هيدا الجو والستايل اللي خاص فيها وكان في شي حلو كمان بالكلب يلي هو وجود كوريوغرفي ناديم شرفان اللي آخر فترة أخدت ضجة العالمية بالباز الدهبة وكان هو اللي عامل الدانس اللي كانت عم تنرأس بالكلب وكان هيكي كولابوريشن حلوة موجودة بكلب هيفا فرقة مياس صحيح مع هيفا اللي عطول فيه هيكي جزء من كلبها اللي بيكون فيه رأس هيفا كانت بتجنن بالكلب أكيد الأغنية كتير حلوة والكوريوغرفي لرأس كانت كتير حلوة بس اللوك الأساسي اللي كان موجود يلي هو كان كاتسوت إذا بدكن مع أكس شايبت هيكي من قدام فيه له حركة عندي تعليق صغير عليه غير أنه أنا ما كتير لقيت أنه كان فيها تلبس أكيد شيء أجمل خاصة أنه رأستها كانت كتير حلوة ولوكا كانت كتير حلو كانت بلاقي أنه هيدا الأوتفت كان فيه يكون كتير أجمل لأنه كان لأبرز بالتصوير الفينيشينج لهيدا الأوتفت والأوتفت اللي غيره كان فقير شوي وهيدا شيء لحظنا له بالكلوس أب بالصور هيدا أكيد مش زنب هيفا هيدا شغلة المصمم والستايلست أنه ينتبهوا على هيدا التفاصيل الصغيرة اللي بتلاحظوا بالكلوس أب بالصورة أنه في محلات الدرزات مش متناسقة مبينين لبرة باللون الأسود يعني فيه أشياء صغيرة هيك كانت مبينة بكلوس أب بالصور أنه ما كانت مرتبة خاصة أنه اللوك اللي بعضه يلي هو باللون الأزرق الساطان اللي كتير ترندي كتير درج هلأ لو ويستد ساعة نيوفو بانتس مع الكورستري كتير درج بس بتلاحظوا أنه فيه تزمزم من هون فيه شغل بالخياطة ما كان زابط هيدا اللوكس كانت معمولة كاستمايد لهيفا من المصمم أحمد حلاوي وأنا لقيت أنه شخص ديفا مثل هيفا وهبا مش مفروض أنه تكون لبسة قطعة الفينيساج طبعا عليها تعليق مرات كتير بيكون فيه أشياء بتنعمل آخر لحظة ما بيتعلق عليها بس بس تكون ظاهرة بالتصوير وبالفوتو شوت ما فيك ما تقول أنه هذا الشي واضح بالوقت يعني البيسز درجين وحلوين عليها ولبقين لهيوا عم ترقبست يعني ما فيه سبب أنه ما كان يكون فيه فنشينج مرتب وقمشات أتقل من هيك لشخص ديفا مثل هيفا وهبا بديك تزعلي مني لا ما زعلت منك لأنه معك حقب الديتيلز اللي حكيتي عنهم يعني أنت قلت أنه هيفا كان فيها تلبس أحلى من هيك لأنه هيفا ديفا قالت أنه هيفا ومنحبة وحلبة وعمار بس عنا شوية تعليقات تيابة اليوم يعني إن أور أوت الفينشينج أوت يعني الفينشينج للتياب أوت ما قدرت شوف اللوكس بطريقة مظبوطة ساعة اللي كان الفينشينج هيك مع أنه حاب يقول شغلة فيه لوك هي لبسيته مع كوريس تري فيو السيلفر اللي قاطع مع الشميز البيضاء والدانم جاكت هذا لوك كان كتير حلو بس ما كان معمول كلوس اف عليه لأنا عرف إذا كان الفينشينج مثله مثل بقية القطع بس كان كتير طالع حلو بالتيزر كان كتير طالع حلو بالكليب وچه